أرنا مصدر مسؤول في محافظة شبوى عن دفن خمس جثث لمجهولي الهوية بمدينة عتق بعد امتلاء ثلاجة الموتى في مستشفى المدينة ووضح المصدر أن عشرات الجثث لا تزال موجودة في ثلاجة الأموات بمستشفى عتق العام منذ سنوات ولم تطلب أي جهات أو أطراف تلك الجثث رغم المناشدات من جهتها ما طالب ناشطون باستكمال إجراءة دفن باقي الجثث وإخلاء ثلاجة من الجثث المجهولة وتأتي عملية الدفن بعدما عجز المواطنون عن إجاد مكان لوضع جثث ذويهم لساعة فقط في ثلاجة مستشفى عتق العام نظرا لامتلائها